زخات محلية من الأمطار يوم الاثنين ومنخفض من الدرجة الثانية يؤثر على مملكة ابتداء من يوم الثلاثاء ومنخفض جوي آخر يوم الأربعاء وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا المتابعين تقص العرب أسعد الله مساعد نتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الأثنين مع بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة بحدود 2 إلى 4 درجات وتتأثر المملكة ببعض الأحوال الجوية غير المستقرة في أجزاء عشوائية من المملكة تسبق تأثر المملكة بمنخفض جوي بحيث تكون الفرصة كما نشاهد هنا مهيئة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق من المملكة خلال نهار يوم الأثنين وتشير آخر خرائط الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب هناك توقعات باندفاع كتلة هوائية بالدة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبر المتوسط كما نشاهد هذه الكتلة تسبب بشكل تشكل منخفض جوي يصنف بأنه من الدرجة الثانية وفق مؤشر قياس شدة المنخفضات في مركز تقص العرب هذا المنخفض الجوي يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات فجر الثلاثاء ويستمر حتى ساعات الليل بمشيئة الله ويتوقع بمشيئة الله أن يتسبب هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المترافقة معه إلى حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار يوم الثلاثاء وتصبح بذلك أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون التقص باردا مع حطول الأمطار بمشيئة الله بدءا من شمال المملكة كما نشاهد هنا أثناء النهار وتدريجيا تشمل هذه الأمطار لتصل بمشيئة الله إلى المناطق الوسطى كما نشاهد هنا تبدأ هذه الأمطار بالوصول إلى المناطق الوسطى وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط زخاتنا البرد على أن تمتد في وقت لاحق من ساعات الليل لبعض المناطق الجنوبية كما نشاهد هنا في الخراءة ويتوقع بمشيئة الله أيضا أن ترافق تأثير هذا المنخفض الجوي مع رياح غربية نشطة السرعة محبات قوية تتجاوز حاجز 70 كم في الساعة وتسبب في حدوث العواصف الغبارية في بعض المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الصحراوية النافذة للمناطق الجنوبية والشرقية بمشيئة الله وبحسب مؤشرات محاكال عددية للغلاف الجوي فأن منخفضا جويا آخر سيؤثر على المملكة بمشيئة الله يوم الأربعاء ويتوقع أن يجلب هذا المنخفض المزيد من الأمطار إلى المناطق الشمالية والوسطى في بعض المناطق الجنوبية من المملكة ويستمر تأثيره حتى ساعات ظهر يوم الخميس أما في هذه الليلة والعاصمة عمان درجات الحرارة تكون 7 درجات مئوية غيوم متفرقة وسرعة الرياح تصل إلى 6 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله يوم الأثنين الأجواء هناك غيوم متفرقة 13 درجة مئوية نهارا و6 درجات ليلا أما يوم الثلاثاء والأربعاء رياح نشطة مع فرصة الأمطار بمشيئة الله من 8 إلى 10 درجات مئوية وليلا 5 درجات مئوية مع وجود فرصة الأمطار إن شاء الله ننتقل الآن دي معرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من أربع غيوم متفرقة من 17 إلى 10 درجات في المفرق 16 إلى 6 درجات في جرش من 17 إلى 8 درجات وفي عجلون من 16 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء في العاصمة عمان 13 إلى 6 درجات في الزرقاء 16 إلى 8 درجات بلقاء 14 إلى 6 مادبة 14 إلى 7 وفي البحر الميت من 23 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء ننتقل إلى المناطق الجنوبية الآن ونبدأها من الكرك 15 إلى 7 درجات في الطفيلة 13 إلى 6 درجات في معان من 17 إلى 6 درجات في جبال الشراء من 11 إلى 5 درجات فرص لبعض الأمطار في العقبة من 23 إلى 11 درجة مئوية في المناطق الشرقية كما نشاهد هنا رويشد من 18 إلى 5 درجات في الصفاوي من 18 إلى 5 درجات وفي الأزرق من 18 إلى 7 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصى العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر